اهلا بكم في فيديو جديد من مجموعة فيديوهات تعلم امرلاين تول في برنامج جوجل سكتش اوب. في الفيديو ده يا صديقي هنتعلم ازاي نرسم الخطوط المستقيمة في اتجاه مستقيم في برنامج جوجل سكتش اوب. هنتكلم عن سلاس طرق. اول طريق منهم بروح اضغط على امرلاين. ثم بضغط كليك. عايز الخط بتاعي باموازي للمحور الاخضر. يبقى اعمل يا صديقي حاجة على المفتاح او السهم. في لوحة المفتاح على الشمال وضغط عليه ضغطة واحدة. هلاقي يا صديقي ان الخط مقيد تماما في اتجاه هذا المحور. عايز تنهي الامر اضغط كليك سكيب. عايز ارسم خط مقيد اتجاه محور ا او المحور الاحمر اضغط كليك يا صديقي. تعال على السهم اللي اليمين من لوحة المفتاح واضغط عليه ضغطة. هتلاقي يا صديقي ان الخط معاك مقيد تماما في هذا الاتجاه اضغط وانهي الامر اضغط مرة اخرى يا صديقي بهذا الشكل عايز الارسم خط في اتجاه محور زد او المحور الازرق هدوس السهم الاعلى هلاقي يا صديقي ان هذا اللاين بترسم وهو مقيد تماما في اتجاه محور زد يبقى دي كده يا صديقي اول طريقة وهي باستخدام الاسهم من لوحة المفاتيح الطريقة التانية يا صديقي وهي باستخدام مفتاح اضغط يا صديقي اضغط من الكيبورد هتلاحظ ان الخط معاك اصبح متوازي تماما في اتجاه محور اللون الاخضر عايز تنهي الرسم اضغط كده انت رسمت الخط بتاعك عايز ارسم في اتجاه المحور الاحمر اضغط يا صديقي حقيقة معاك اللاين مقيد في اتجاه محور اكس عايز ارسم في اتجاه محور زد اضغط كليك يا صديقي وتعال اضغط له شفت بهذا الشكل واضغط كليك مرة اخرى كده انت رسمت اللاين في اتجاه محور زد اخر طريقة يا صديقي وهي الطريقة المانول هعملها ازاي هاضغط على امر لاين واضغط كليك يا صديقي بمجرد ما احرك في اللاين هتلاحظ ان بمجرد ما اللاين بيقى موازي لمحور ايه الاخضر هتلاقيه الالم نفسه اخد اللون الاحمر اضغط كليك كده انت رسمت موازي للمحور واي تعال اضغط كليك تاني بهاي نفس الطريقة حرك 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 هتلاقي تعالي سناب على الخط بتاعك فاصبح موازي للمحور اكس اضغط كليك اضغط كليك اخر تعالى المحور زد بهذه الطريقة طب ينفع يا صديقي اننا نرسم خطوط متوازية مرة واحدة باستخدام اه هزيه الطرق اه تعال اضغط لاين واضغط كليك واسحب هنستخدم طريقة الاسهم سهم الشمال كده نرسمت خط موازي المحور الاخضر عايز ارسم في الاتجاه المحور اكس اضغط على السهم اليامين واسحب اهنا برسم خطوط متصلة خلي بالك مرة واحدة باستخدام الطرق دي عايز ارسم خط الى اعلى تعالى للسهم الى اعلى كليك يبقى ازا دي كده اول طريق اقدر ارسم كل خط الواحد واقدر ارسم كل الخطوط مع بعضها مرة اخرى تاني عايز ارسم خطوط متصلة ولكن فتجيات مختلفة اضغط كليك اسحب اهو باللون الاخضر كليك اسحب باللون الاحمر كليك اسحب لاعلى باللون الازرق كليك لاعلى دي كده يا صديقي سلاس طرق جميلة جدا وسهلة جدا تقدر تستخدمها في رسم الخطوط المستقيمة في برنامج جوجل سكتش اوب مهم جدا انك تعرف كل الطرق ولكن في النهاية قرر اي طريقة انسب لك وغالبا سوف تستخدم جميع الطرق الفيديو بتاعنا انتهى اشكركم نلتقي بفيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم عليكم